ده النهاردة وفيديو جديد والحلقة النهاردة مهمة جدا علشان بتسير السؤال ده كتير قوي راشا ايه الصفات المفروض تكون موجودة في الراجل علشان اعتبره او يعني نحس ان هو زوج مناسب هم كانوا بيسألوني طبعا من ناحية ابراج ان انا اخللها من ناحية ابراج او صفات الزوج المناسب في كل برج يعني كل برج اللي بيخلي البرج ده هو الراجل المناسب هواعدكم ان انا اعمل الفيديو ده يعني مرة تانية بس انا حسنت الموضوع الجنرال اكتر ان الموضوع لازم نحنا نتناقش فيه بشكل سايكلوجيكلي يعني سايكلوجية الراجل اكتر من ابراج علشان كده قلت تناقش في الموضوع من وجهة نظري النفسية انا كراشا من خلال الاسباري بتاعتي يعني يعني مين ايه صفات اللي لو موجودة في الراجل تبقى هي صفات الزوج المناسب والحاجات اللي مش لو هي موجودة تعرفوا ان ده مش زوج مناسب ولازم تهربوا عارفيني يعني ايه تهربوا يعني تهربوا وتقطعوا العلاقة دي لان العلاقة دي هتبوق او هتنتهي بالفشل انا عايزة كل البنات بتفرج عليها دلوقتي يقولولي تقولولي انتو بتشوفوا ايه الصفات اللي لازم تكون موجودة في الراجل عشان انتو تعتبروه زوج مناسب والحاجة اللي موجودة فيه ان انت تهربي او بتحس ان انت ما ينفعش تكملي فيها برضو عايزة اسمع يعني رأي الستات او البنات اللي بتتفرج علي انا عقول حاجة ببشوف مش عارفة ليه الطرحة بتاتي يا جماعة والله العظيم انا خلاص تعتبت نفس الموضوع ده وان انا يعني مش عارفة عدله ازاي طيب انا ايه الحاجات بصوا انا هقولها اه فيه بوينت عايزة اقولها لو انتو لسه بتعرفوا بعض يعني لسه بتعرفين على بعض وفيه بلان للجواز او فيه بلان ان يبقى فيه مرحلة جديدة في الارتباط لازم تدرسي الراجل معا كده مش بس تبقوا الله بنهاف فن وبنروح سينما وبنخرج وبنتفسح وبنشتري حاجات حلوة ولو انتو مخطوبين بنشطف في الشقة وبنشتري حاجات والاكسيسيريز والعافش ومش مركزين لا ركزوا يا جماعة علشان فيه زي علامات كده لو بانت العلامات دي هتستمر معاكو في ريفر ان ابر لان الاشخاص ما بتتغيرش يعني الحاجات دي لو موجودة في الشخص ده هتفضل موجودة يعني هتفضل موجودة على طول انه مفيش حد بتغير في لحظة اوكي يزم كلنا ندقق فيها لان هي لو موجودة هتفضل موجودة وممكن ان وهي موجودة واحنا في الخطوبة او لاحنا لسه بنعرف بعض هتبقى مش مؤثرة زي ما يكون خلاص احنا اتجوزنا وده بقى جوز يعني فطبع الفيديو ده البنات بس والرجالة برضي قلولي رأيوهم يعني بان عندي على فكرة يا جماعة انا اكتشفت حاجة كبيرة جدا انها برسنتج بتاعتي الرجالة الفراجة على كتر قوي فدي بنسبة لك التطوات مكبيرة يعني انا عندي بتاعتي ان انا عندي 60% لو هستين في المية ستت واربعين في المية رجالة فاربعين في المية رجالة دي برسنتج عالية جدا على فكرة فشكرا يا جماعة على ثقاتك الغالية طيب ايه بقى الصفات انا دي تحليلي انا الشخصية كراشا اللي هقولها لكم مش موطمد على الابراج النهاردة قلت ان احنا هنتكلم بعلم النفس رقم واحد انا اشوف الصفر لازم تكون موجودة في الراجل او لو هو موجودة فيه بقى ده شخص كويس ان هو يكون بتحمل مسئولية اوعي او حزاري ترتبطي او تكملي مع شخص لا تتحملش مسئولية بتحملش مسئولية ده انتي هتشدف شعرك بعد ما تتجوزيه هتنطني على وشك يعني رقم واحد ان هو يكون شخص قادر على انه هو يتحمل المسئولية يعني بيعرف الشي المسئولية كويس ده يتحمل لما يبقى فيه مشاكل يبقى عنده منطق عنده 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 ملكة ان هو مش بيهرب فيه رجالة يا جماعة بتتجوز يبقى الراجل عنده ثلاثة ولادة او اربعة ولادة بيرمى كل حاجة على مراته ويهرب لان هو غير قادر على تحمل المسئولية ماشي؟ ده رقم واحد رقم اتنين علاقته بربنا سبحانه وتعالى هل الرجل ده بيصلي هل الرجل ده علاقته بربنا كويسه هل الرجل ده بيزكي هل الرجل ده بيصار رحمه ونحفظه على علاقته بربنا عمرة وهي حافظت على علاقته بأي حد ثاني حاجة علاقته بأهله و مابا و مامته يعني انت شوف تفرجة على البيت كده اللي هتتعامل معي شوفي طريقة التعامل جوه البيت عمله زي لأن طريقة التعامل جوه البيت ديود ده اللي هيتنقل عندك في بيتك يعني هو بيتعامل مع بابا و مامته وإخواته ازاي يعني بيشتم بيزعق ما بيتناقشي قليلها الأداف مثلا بيشتم بيقول حاجات مش لطيفة اللي هيحصل مع بابا ومامته ده ابوه امه اللي ربوه يعني وولدو يعني هيحصل معاك فركز جدا جدا او خلي عندك سلام او الانفيرومنت بتاعت البيت دي لما ترتبطه او لما تتجوزه هتتنقل عندك جدا فدي برضو نقطة مهمة جدا جدا لازم تكوني شو فيها يعني موجودة في تالت حاجة او تالت حاجة برضو دي نقطة مهمة قوي قوي يعني هل هو شخص طموح هل هو شخص عنده يعني بيتور من نفسه ولا لا يعني فيه رجالة كده تحس ان هو عارف انت اللي هو قفيل كده اللي هو يلا بقى انا هعيش كده ما عندوش يستعداد يطور من نفسه يعني مثلا ايه ما عندوش يستعداد يطور من شكله ما عندوش يستعداد يطور من شغله يطور من قدراته يطور من تحس ان هو هو كده انا كده وخلاص انا مش عايز حاجة اكتر من كده فما عندوش اي قدرة او اي يعني موضوع ان هو يطور نفسه دي حاجة مهمة جدا يعني الراجل اللي هو تحسين هو كده وخلاص وعايز الدنيا تيبشي كده وخلاص مش حلوة نهائي يعني مش حلوة نهائي خالص ان انت ترتبطي بشخص مش بيحب يطور من نفسه وغير قادر ان هو يطور نفسه موضوع الراجل يبقى بيطور نفسه هتلاقيه بيكبر في نفسه بيكبر في شغله بيكبر في بيته بيستثمر في ولاده بتحس ان هو قادر على تحمل مسئولية بجد وغير قادر ان هو يبقى طموحه بيقدر بيطور في نفسه ولا الشخص ده عايز بس كده يبقى ايه عايش في الدنيا وخلاص تبه لاله كده ماشيش فدي نقطة برضو مهمة اوي 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 لازم تركز فيها وانتو لصف ده اتعلاقتكو او انتو مرتبطين طيب وقت الخلاف الشخص ده بيعمل ايه وقت الخلاف يعني انتو لما تتخانقو لما تختلفو هل هو بيقل ادبو هل هو بيتنرفز هل هو بتعصب هل هو بيزعل لان وقت الخلاف دلوقتي هو ده ها يحصل على نطاق اوصع واصع وافضع لما تتجوزو او لما تكونوا بتقوى بعض خلاص وقت الخلاف ده يعني هالشخص ده بيحتويك وبيعود يسمعك وبياخد ويدتي ولا لا والا هو يجي قولك لا خلاص انا مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم مافيش مفيش نقاش هل هو تفضل يتكلميه وانتي اللي بتصالحيه مثلا عشان تقوله تعالى ننزل نتكلم تعالى نتناقش ولا لا هل هو يعني وقت الخلاف يعني يعني حتى لازم تعملي كده لازم تخلي فيه نقاشات حد ما بينكو عشان تشوفي وقت النقاش الحد ده اللي هيحطلع منه هيعمل ايه يعني لازم تكوني ست زكية وتستخدم النقط دي ان انتي تختبريه تختبريه اللي هو تتناقشه مع بعضه في موضوع مثلا انا عايز اشتغل هو قالك لا مش هتشتغلي مثلا او مثلا انا عايز اسكون في مكان كان يبقى حاجة مهمة اوي ان يبقى فيها اخنائه وتشوفي هو هيعمل ايه هتصرف ازاي هيقول ايه فده صفات يا جماعة يعني يركزوا فيها كويس اوي 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 فيه بوين تانية اللي هو الاحترام الاحترام ده يعني ممكن فيه رجل كده تحس ان انتو وانتو متصاحبين او انتو مرتبطين بعض وانتو تعرفها لبعض وانتو مخطوبين اه الفوز يعني ممكن يقول اللي ادبوا عليك يبقى الفوز يعني ايه ايه يا شخص كوتي انت ما بتفهميش هو انت حمارة انت غبية انت متخلفة تلاقيه لسانه طويل او ممكن يزوقك يبقى يبقى مش بيحترمك لفظا وفعلا لفظا انه هو انا 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 لو واحد انت مخطوبة له شتم او اتضربك او اهانك او كده اعرفي ان ده بعد ما تتجوزوا الموضوع هتضربي في عشرين يعني انا دايما حتى الناس قالوا الناس اللي بتتطلب هتلاقوا ان خطبها ده او الشخص اللي هي كانت قبل ما يتطلقوا وهم مخطوبين لا كان بيقلا ادبوا فبالتالي ده مقياس مهم جدا 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 يعني الشخص ده وانتو مخطوبين كان بيعمل ليه ما هتلاقيه كان بيشتم وكان بيقول الفاظ مش كويسة وكان بيدرب وكان بيعمل فدي نقطة مهمة جدا او تتغضوا عنها مش عشان بيتحبيه مش مشكلة هو كان متعصب يقوم خطك ولا رزعك بالقلم ولا زقك ولا خطك بحاجة ولا لا 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 انا عندي واحدة صاحبتي يعني عرفها خطبه ومش عارفها زقها زقها فتح باب العربية وزقها وهو مشي يعني هادي جدا كان بس كماشي بالراحة زقها تعصب منها عمالاتها بيلا توضلي يعني ادراحة تقشط اصلا دي خلاص فازلت الخطوة ايه بس هي كانت قصة حبك بيها وكده تددسي بيها حبيبتي ده ما تفكريش للحظة كده انت مجمونة ولا هبلا ده بعد كده ممكن يجيب سكينة ادرابك بيها اذا كان فتح باب العربية حدفك منها بعد كده هيعمل ايه فدي نقطة مهمة جدا جدا الاحترام الاحترام او الشخص مانا ما قلتش اسمها في حد بيقولي فضحتي صاحبتك الله مانا ما قلتش اسمها يعرف انا اول حرف من اسمها اس وبرجس و لا مش اقول بورج ايه طيب فضحكتوني والله على فكر الجماعة واقولولي رأيكو صحيح ما تنسوش تعملوا لايك وعملوا شعار كتير كتير للا احد عايز يسمع او محتاج يسمع الكلام ده طيب نكمل بقى ايه الحاجات باردو التانية ان هو الصخص المتشائم المتشائم ده اللي هو انا كده ان هو تحس ان دراماتيك بقى اوف انا بكرها الرجل دراماتيك ده دراماتيك ده اللي هو بقى ايه تلايس مشكلة صغرطة قدك كده قدك كده وتلايه بقى يتقبرها ويعظمها وتبقى اصلا حاجة تفهم لاش اي لازمة في الحياة بقى وتتقبل مشكلة الشرق الاوسط وتلايه الناس كلها داخل تحل في المشكلة ويا ساتر وإيه اللي حصل ومش عارفة ايه طيب يعمل حاجة ما تهدى على نفسك كده في ايه يعني فدي بوينت مهمة جدا جدا نازم كلين ناخد بالها منها الدراماتيك او المتشائم او النكا دي الرجل النكا دي ده يعني هو بيحب يكبر مشكل وبيحب وعلى طول تلايمة داية على طول زعلان على طول مخنوق على طول مش طاق نفسه على طول شايل هام طاقنسته وطاقنسته البلد واحوال البلد وكورة وكل ده فوق الدماغ بعدين برضو في بوينت تانية باشوفها البخل يا جماعة الراجل البخيل ده ما تكفتكريشن الراجل البخيل ده لما يتجاوزك يبقى كريم ابا لا ده هيبقى تريبل يعني تريبل يعني درابي في ثلاثة لا الراجل البخيل ده أنا بشوفه كرسة سودة يعني أنا عندي يا جماعة صحابي أحد صاحبتي تانية اسمها دودو مش مشكلة هي طلقت أصلا خلاص هيكت متجوزة الراجل والله العظيم هم مخطوبين على ده يا دودو يا دودو ده مثلا والله بجده ما أحكيلكم أوقف هي حكتولي مرة هم كانوا خارجين مع بعض فهو يعني وقفوا في بنزينة اشتري حاجة أما هو نزل قال لها أنا راح جيب بيبسي عايز حاجة دعني فهي استغرابت السؤال قداتها إه é é thank you يعني هي انت بتسألني إيه ما تروح تجيبلي زى ما بتجيبلك فأم راح جاب لنفسه ببسي وجاب لنفسه تشوكليت وجاب لنفسه مش عارفة مولتن إيه وجاب لنفسه كوكز كده ومش عارفة ومجاب لها أش أي حاجة ولا جاب لها إزازة مايا قلت ذراشا هو ده طبيعي؟ طبعا يا أمي ده مش طبيعي خالص اعايز اقول لكم ان هي اتجوزته بعدين قلت لها اخدي بالك النقطة دي ما اتعديهاش كده مرور الكرام الموضوط الدرجي البخيل كان بيعد عليها ازاز الزيت بيقول لها ان هنجيبلك ازاز الزيت لتر طبوخي 100 طول الصحر وبيجيب لها كيس سكر واحد وكيس مش عارف ايه وهو كده ممنوع امامتها تيجي ايدي امامتها تيجي ايدي امامتها تيجي اعملو لها عصير يعني يعني هيقدمولها حاجة ومامتها بدي حاجة مستحيلة البيت اتطلقت بعد 6 شهور مقدرتش استحمل كان بيشتري اللحمة يعني يعني قولها لا لا انتي تأكل اللحمة كتير قوي لازم تقريري اكلك للحمة بجد والله يا جماعة ايه ده انتي بتحبي الكريز الكريز ده انتي من حياتك للابد الكريز ده تجيله ب60 جنيه يا امي لا 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 فراجل بخيل ده برضو نقطة تانية خالص يعني احنا ممكن نعمل حلقة اسمها الراجل بخيل طيب قولولي يا جماعة انت عمروكم قبلت حد بخيل كده يا جماعة ابنت اتصال هذه دو 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 حبها بيج هارتية دو دو يعني في حد بيقولي الراجل ده بورجي مش يقول طبعا بلق أتصال طبعا بورجو ده تربية يعني او الله يهب wasn't it صديق فضيء فضيء border فالبخلي ده قصة يعني طيب بعد كده الراجل بيشوف دايما عيوب يعني دايما تلاقي ما بيشوفش مميزاتك فنعم شقول لانتقاطي عشان انا انتقاطي يا جماعة لكن دائما شايف عيوبك إذا أنت كرشتي إذا أنت طلع لك شعرارة بيضة إذا أنت طلع لك شكلها وحش قوي 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 يعني ممكن تبقى لابت حاجة جديدة ما بيقودش باله يعني 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 فعلا مش بشوف المميزات هو هو بشوف العيوب بس يعني شايف عيوبك بس ما بيشوفش أي أي مميزات خالص ما بيشوفش أي على طول شايف العيوب بتاعتك والقطعة على طول شايف النص الكوباية الفاضي ما بيشوفش نص الكوباية المليان نهائي طيب رجل تبعيدي عنه الثاني حاجة الراجل اللي عنيه زي ده اوف بقى يعني الراجل بتاع بنات اللي هو بقى إيه بتاع بنات وبيحب البنات زي يعني الراجل ده بيبقى مهما بيقولك يعني ايه عمر المديلي الكلب بيهتعدل هو الراجل بتاع الستات ده هيفضل طول حياته كده هيفضل طول حياته بتاع الستات يعني تحس تأي عرفين انتو كلبة كده عدت من قصات هيعدت فرج عليها ويجيبها من فوق لتحت يعني لو انت قاعدة مع راجل او شخص ده انت بتفاكرت الجوزي وعدت بنته وبص عليها بصة خلاص اعرفين ده ان ده راجل بتاع الستات اوي يعني فيه رجلات مهؤكيد كل رجل ممكن يوصع بنات بس فيه رجل كده تحاس انه او بتاع بنات اوي يعني هو بيحب البنات بزيه ده هتحسيها كده الرجل به تعرفين انت تتجوزه يعرف عليك عشرة خمص لكل شهر تhoot يعرف عليك او شهر جديدة وتحسي انه امراهق كده عايز يعيش قصة حب جديدة و هو بتاع بنات يعني هو بيحب البنات و بتاع بنات وتلاقيك命 عني أنت هو متجوزك و ح vivo 19 في حياة كده متوازية ماشي معاك ان هو في حياته بنات وحياته ستات ويعني انا انا ضد ذلك بس اجل عشان الفيديو تطولي فوقعتكم ان احنا نعمل جزء تاني عشان انا لازم اقسي الفيديو استعملون نهاردة فيديو عن قانون الجذب والتخاطر وكمان هنتكلم عن برج الدلو هنتكلم عن برج الميزان النهاردة ابرج اهوائية اكتر اعملوا شهار كتير كتير لأي حد خاطب او مخطوب بمحداك يسمع الكلام ده فعايزة رجالة يقولولي رأيوهم تحت كده بس انا اكتر ثلاث صفات انا مقدرش اتحملها كراشا يعني بجد الراجل المهزق اللي هو يعني يعني اللي مش بيحترم نفسه او مش يعني يعني زي ما قلت ممكن يقول اوفاظ مش كويسة وبيضرب وبيهيني الست اللي معاه وراجل بخيل ده برضو لا يمكن استحمله نهائي 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 وراجل متحملش مسؤولية دولت حاجات انا عنه يستحمله يقولولي بقى انتو كبنات مين ايه الصفات اللي انتو لا يمكن لا يمكن تستحمله ان هي موجودة في شريك حياتكو شكرا الفيديو ده حلو قوي ومهم جدا اعملوا شارل لكل صحباتكو البنات وعملوا شارل لكل الجروبس اللي عندكو وعملوا لايك وتابعوني على الساشر ميديا على الاسجرام وفيسبوك ترجمة نانسي قنقر